العديد من الظواهر الغريبة أصبحت تحدث في البحر المتوسط بعد الزلزال التركي المدمر في السادس من أشباط فبراير الماضي بين انسحاب للمياه وغمر للشواطئ ضربت ظاهرة غريبة جديدة سواحل دولة عربية خلال الساعات الماضية تسببت في هرب المئات من على الشواطئ حيث تغير لون البحر إلى الأخضر وانبعثت الروائح الكريهة من المياه ماذا يحدث في البحر المتوسط إذن؟ على الرغم من مرور نحو أربعة أشهر على الزلزال التركي المدمر الذي ضرب الأرض في السادس من أشباط الماضي وتسبب في ظواهر غريبة في البحر المتوسط بالإضافة إلى تأثيره المدمر والخسائر المادية والخسائر في الأرواح حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خلال الساعات الأخيرة صورا ومقاطع فيديو لشواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة تظهر تغير لون البحر من الأبيض إلى الأخضر في ظاهرة أثارت جدلا واسعا ومخاوفا من تعرض المنطقة للتلوث فيما أرجع البعض أن ذلك يعود إلى تأثير الهزات الأرضية في شرق المتوسط وحدثت هذه الظاهرة غير المسبوقة في شواطئ حمام الأنف والزهراء وبوغرنين والواقع جنوب العاصمة التونسية وكدى شهود عيان أن المئات تضر لمغادرة الشاطئ والخروج من المياه بسبب هذه الظاهرة الغريبة حيث أن تغير اللون ترافق معه أيضا انبعاث روائح كريهة من المياه بالإضافة إلى رحيل عدد من الأحياء البحرية وظهورها على سطح الماء على الفور تفاعلت السلطات التونسية مع الحدث حيث أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن تحاليل المجهرية التي أجراها طريق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار أظهرت أن لون مياه البحر الأخضر راجع إلى التكاثر الهائلي للطحالب الدقيقة بما يعرف بإزهار العوالق النباتية التي تنتمي إلى مجموعة غير مضرة وأوضحت الوزارة أن هذه الظاهرة طبيعية وتحدث بشكل عام على خلفية إسراء البيئة البحرية بالمغزية إضافة إلى أشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة والرياح الذين لعبوا دورا رئيسا في بروز هذه الظاهرة مع الأمطار التي سقطت مؤخرا في الأثناء ورغم تأكيد السلطات الرسمية أن تغير لون مياه البحر إلى الأخضر ظاهرة طبيعية يعتقد السكان أن هذه الظاهرة لها علاقة كذلك بالتلوث الذي تشهده شواطئ المنطقة التي تحولت منذ سنوات مضت إلى نصب لمياه الصرف الصحي والنفايات وأصبحت غير صالحة بالسباحة ومنذ سنوات تطالب جمعيات ناشطة في المجال البيئي بإيجاب حل لمشكلة تلوث الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة محذرة من كارثة بيئية ربما يسببها المزيد من إلقاء فضلات المصانع وديوان التطهير بالبحر وكانت شهدت عدة مناطق في محافظة الإسكندرية في مصر تغير لون البحر أصبح مائلا إلى الأخضر خاصة على كورنيش المدينة أو الأسود في مناطق محدودة بشواطئ الصغر واستقلق وحيرة ودهشة من المواطنين والمهتبنين بالبحر وفي محاولات لتفسير الأمر وهل له علاقة بالزلازل التي تحدث في حوض المتوسط ومناطق مختلفة حول الإسكندرية ومصر بشكل عام أو أن هناك تسونامي أو زلزالا مدمرا سيضرب المدينة أوضح معهد علوم البحار بالإسكندرية أن ما يحدث من تغير لون البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية لا يتعلق بظواهر الزلازل أو الفيضان أو أي درجة من درجات التلوث لمياه البحر وإنما هي ظاهرة طبيعية ترجع إلى تغير حاب في اتجاه الريح مع تغير في درجات الحرارة ونشاط الكائنات والهائمات النباتية والبحرية الموجودة في قاع البحر اشتركوا في القناة